موسيقى أهلا بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية تحددنا عن المعايير العلمية الثلاث لدراسة المخطوطات لمعرفة التاريخ المبكر للإسلام ورأينا أن الحروف العربية القديمة هي امتداد من الحروف النبطية وطرحنا سؤالا مهما وهو هل هذا الخط كان موجودا بين مكة والمدينة؟ فبحسب الأبحاث العلمية المعاصرة نجد أن منطقة الحجاز وخاصة مكة والمدينة لم يكن شائعا فيها هذا الخط النبطي الذي اعتمد عبر العصور لابتكار خط ما يسمى خطأا بالخط الحجازي بل كان يوجد في منطقتين مكة والمدينة خط عربي آخر شائع هو الخط التمودي وهو خط شبيه بالخط السبائي الذي كان يستخدم في الجنوب باليمن وحروف الخط التمودي لا تلتصق بعضها ببعض كما هو الحال في بعض الحروف النبطية والسيريانية وكإطلالة سريعة على خريطة بلاد العرب بحسب التقسيم الإداري عند الروم نجد منطقة عرب البطراء رابيا بيترا تضم الأردن سيناء منطقة العلا شمال الشرق السعودية والمنطقة الثانية هي الصحراء العربية رابيا ديزيرتا وهي وسط السعودية حاليا ثم المنطقة الثالثة في الجنوب وهي بلاد اليمن وجنوب السعودية العربية السعيدة رابيا فيليكس وهذا التقسيم يظهر بحسب انتشار الخطوط العربية القديمة ففي عربية البطراء رابيا بيترا نجد الخط النبطي شائع وفي الصحراء العربية نجد الخط الثمودي هو الشائع وأخيرا في العربية فيليكس أو السعيدة نجد الخط السبائي يقول الدكتور روبيرت كير المختص في النقوش القديمة اللغات الحوض البحر الأبيض المتوسط والجزيرة العربية إذا كان القرآن ابن منطقتين مكة والمدينة كما هو مفروض أن يكون بالخط التمودي الشائع المفروض أنه يكون بالخط التمودي الشائع ففي تلك المنطقة وخاصة أن أحرفه تعادل 28 حرفا منطوقا بعكس الحروف الخط المائل الذي يرجع للخط النبطي ففيه 15 حرفا فقط وهذا غريب أن يعتمد المسلمون الأوائل على خط عاجز لعدم وجود حروف المعجمة الأربعة عشر ويتركون الخط السائد في منطقة الحجاز ونقصد به الخط التمودي رغم اكتمال حروفه إذن أول نقطة نتوصل إليها علميا واعتمادا على مادة علم الخطاطة بليوغرافي عرفنا أن الخط العربي الذي دون به القرآن ليس ابني مكة والمدينة كما يعتقد قلنا أن الخط المائل أو ما يسمى خطأا بالخط الحجازي خط عاجز بسبب عدم وجود الحروف المعجمة وعندما اخترع المسلمون التنقيط على غرار اللغة السوريانية بدأ أو بدأا من أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة ستمية وتمانية وتمانين إلى الخليل بن أحمد الفراهدي المتوفى سنة سبعمية وستة وتمانين لم يتمكنوا من تحديد أو توحيد التنقيط فنجد إلى اليوم وفي المدارس العتيقة بشمال أفريقيا عندنا في المغرب على سبيل المثال حرف القاف ينقط بنقطة واحدة فوق الحرف وحرف الفا بنقطة تحته نعود لمسألة تنقيط الكلمات في النص القرآني نجد على سبيل المثال كلمات بثلاث حروف معجمة مثل تبت بصورة المسد بثلاث نابرات يمكن أن نجد تمانية وعشرين احتمالا آخرا لقراءتها مثل بنت بنات نابتة نبات ثيب بيت إلى آخره فاختيار القراءة التي توافق السياق ككلمة بتت أي قطعت فتتماشى مع السياق النص قطعت يدى أبي لهب والسؤال المطروح كيف يمكن تحديد سياق النص وتنقيط الكلمات وكجواب نأخذ مثال كلمة من الفلام راحة نابرميم ممكن تكون رحيم أو رجيم فإذا كانت كلمة الله بعدها نقرأها الرحيم ولكن لو كانت كلمة الشيطان قبلها نقرأها الرجيم وهكذا فالقراءات يحددها علم الخطاطة والفيلولوجيا قد يقول قائل إن القرآن محفوظا في الصدور وليس في الصطور الرد على هذا القول بأن للقرآن 14 قراءة رسمية ومعظم هذه القراءات تعتمد على نفس الرسم أي ما يسمى بالرسم العثماني مما يكذب فرضية أن القرآن محفوظا في الصدور فلو كان كذلك لكانت هناك قراءة واحدة مثل قراءات أي قصيدة من الشعر ما يسمى بالشعر الجاهل هناك من يدعي أن القرآن نزل بسبعة أحرف لكن علماء الإسلام لم يتفقوا على معنى الأحرف السبعة وحتى لو افترضنا جدلا أنهم اتفقوا على تعريف هذه الحروف فكيف تفسر وجود 14 قراءة رسمية للقرآن ويضيف أبو القاسم الهدلي المتوفى سنة 465 هجرية أنه أخذ من 1459 رواية وطريقة لتحديد 50 قراءة شائعة مختلفة بين المسلمين إذن القول بأن القرآن محفوظا في الصدور لا يستند على حقائق علمية يمكن القبول أن الخلافة العباسية حاولت توحيد قراءة القرآن لكنها فشلت وكذلك الأمر بالنسبة للسلاطين العثمانيين وخاصة رواية حفص عن عاصم التي أخذت نصيب الأسد بين الروايات والقراءات وبمقارنة سريعة بين روايتين أو قراءتين نجد أن الاختلاف يرجع للرسم الموحد لكن التنقيط والتشكيل والتهميز وألف المد يختلف من قراءة لأخرى وفي بعض الأحيان يختلف المعنى تماما عندما تبحث عن موضوع القراءات المختلفة في أمهات الكتب التي تخبرنا عن هذه القراءات نجد أن هناك قراءات لشخصيات مشهورة أو مشهودة لها بالاستقامة والكفاءة ومصاحبة الرسول صاحب النص كمصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف علي بن أبي طالب ومصحف عائشة حتى صحف حفصة كان مصيرها الحرق والسؤال لماذا؟ وأدهى من ذلك هو أن المصاحف التي اعتمدت عليها المصاحف التي بين أيدينا لا توجد هي كذلك كلها أكلها لهيب النار والسؤال مطروح هل مصاحفنا الآن توافق أقدم المخطوطات القرآنية للقرآن القديمة؟ للرد على هذا السؤال انتظروا الحلقة القادمة و إلى الان